امار صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء امر ديوان الرقابة المالية والادارية بالتحقيق فئالية تحت الساب فواتير الكهرباء والمال كافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الاول الحساب الواحد والافراد والمؤسسات وذلك للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والاجرائية كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الاول لاشهر يونيو ويوليو واغسطس وفق فواتير نفس الفترة من العام الماضي اذا كانت اقل من السنة الحالية واشدد سمو خلال اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية اليوم على ضرورة التحقق من عدم وجود تدخلات سبرانية اثرت على منظومة الفوترة بهيئة الكهرباء والماء والتأكد من عدم استغلال حسابات الافراد لصالح المؤسسات التجارية من خلال تمديدات مخالفة للانظمة والقوانين وقال سمو ان المسئولية الوطنية تقتضي موصلة العمل دوما نحو زيادة تكريس مبادئ العدالة والمحاسبة والمسئولية وتعزيز توجهاتنا الرامية الى استدامة مواردنا بما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين ويدعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة